اشتركوا في القناة والأمريكيون يؤكدون أن الأمين العام للأمم المتحدة يذكر الجزائر بمسؤوليتها الكاملة في النزاع الإقليمي حول الصخرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فاعل منخلط في التحول التربوي الذي تعرفه المملكة والروبرتاج نتابعه من إقليم الصزع والمنتخب الوطني لكلة القدم على تم الاستعداد للمباراة التي ستجمعه يوم غد بمنتخب المالوي برسم ثم نهاية كأس أممي أفريقيا التي تجدع بالكاميرا أهلا بكم من جديد أعكد خبرون أمريكيون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ومن خلال تجديد دعوته لجميع الأطراف الاستناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء يذكر الجزائر بمسهوليتها الكاملة في هذا النزاع وعشجب سياسة العرقلة التي تنهجها تقرير لسالك بوجدور أبرزت الخبيرة في العلاقات الدولية إيرينات سوكرمان أن السيد جوتيريش يدرك إثر الزيارة التي قام بها مبعوثه الشخصي استيفان ديمستورا إلى المنطقة أن أحد الأطراف يؤخر مفاوضات ويهدد استمرار العملية السياسية مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالجزائر التي بذلت قصار جهدها لعرقلة مصار الموائد المستديرة وسجلت المحللة أن الأمين العام للأمم المتحدة هو دبلماسي متمرس ويعرف جيدا مثل هذه التلعبات مؤتبرة أن الطريقة الفعالة الوحيدة لاستئناف المسلسل الموائد المستديرة هي الضغط على الطرف الذي يحاول عرقلته وهو الجزائر وبعد أن أكدت على أن السماح لجزائر بالتمادي في التلعبات اللامتناهية بالعملية السياسية لن يكون له إلا تأثير عكسي أبرزت المحللة الأمريكية أنه ليس المغرب من سيتأثر برفض الجزائر الانخراط في العملية السياسية وإنما أولئك الأشخاص المحتجزون في مخيمة تندوف على التراب الجزائري وفي السياق ذاته أكد الخبير السياسي الأمريكي كارفن دارك على أهمية الدعوة الجديدة للسيد بوتريش لجميع الأطراف للانخراط والوصول إلى توفق بهدف إنجاح العملية السياسية الأممية وتمكن منطقته من العيش في سلام وتعزيز التعاون وقال الخبير في القضايا المغربية التفق تماما مع الأمين العام لأمم المتحدة أنطوني جوتريش حول حقيقة أنه يجب على جميع الأطراف أن تتوافق من أجل التوصل إلى حل النزاع مبرزا أنه من أجل ذلك يجب على جزائر الانضمام إلى طاولة المفوضات لحل هذا النزاع بطريقة سلمية وبشكل نهائي وأضاف لقد حذر الأمين العام من أنه يجب علينا التركيز على تهديدات الأمنية المتنامية في المنطقة وليس صرف الانتباه عن نزاع مستمر منذ مدة طويلة من جهتها أكد نائب رئيس الشؤون العالمية بالجامعة الأمريكية نيو إنجلوند أنور ماجد أن خطاب السيد كوتريش موجه بشكل واضح إلى الطرف الذي يسعى إلى الإبقاء على حالة الجمود والتنصر من مسؤوليته وهو الجزائر وقال الخبير المغربي الأمريكي إن الرغبة في التمرص من هذه المسؤولية كطرف في النزاع من خلال التعبير صراحة عن مقاطعة الموائد المستديرة هي أمر سخيف ومثير للسخرية من جانب النظام الجزائري وذكر السيد ماجد بأن قرار مجلس الآمن 26-02 الذي كرس العملية السياسية للأمم المتحدة كرس أيضا سمو مبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها سبيلا جادا وذا مصداقية والأفق الوحيد لحل نهائي لهذا النزاع المفتعل إلى ذلك هكذا الخبير السياسي الإيطالي مصي مليانو بوكيلينيا اليوم لاحظ أن الجزائر هي المسؤول الرئيسي عن النزاع الإقليمي المفتعل حول صحراء مضيفا أن الجزائر التي تعد طرفا في النزاع المفتعل حول الصحراء عليها أن تتحمل مسؤوليتها وتشارك في العملية السياسية مستنكرا جميع القرارات غير العقلانية المتخذة من طرف الجزائر خلال آونة الأخيرة في مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم أنه تم تسجيل 2750 إصابة بفيروس كوفيد-19 وبلغ عدد المتعافين 8643 شخصا فيما تم تسجيل 35 وفاق الـ 24 ساعة الماضية وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة كوفيد-19 أن 4 ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وثمانة واربعون شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان شخصا مقابلة 24 مليون وستمائة وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وثلاثون شخصا تلقوا الجرعة الأولى وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهات الجنوبية بتسجيل عشنا حالة بجهة داخل ودي الذهب 16 حالة بجهة يالعون الساقية الحمراء وخمس حالات بجهة ديمين ودن كورونا بمتحوراته يواصل انتشارة وعدد الإصابات الجديدة في ارتفاع وضع يزيد من الضغط على الأطر الطبية والشبه الطبية التي تسابق الزمن في مواجهة هذا الفيروس تقرير لعياسة أسبوع آخر تواصل فيه مؤشرات الوضعية الوبائية منحها التسعوذي فبلغة الأرقام يؤكد وباء كورونا أنه يواصل الانتشار وبواقع الضغوط التي تعيشها المنظومة الصحية لبلادنا تبرز خطورته وسرعته في محاصرة أرواح فئات مختلفة من المواطنين بين الحياة والموت اليوم بلغ العدد الإجمال للإصابات بالفيروس أكثر من مليون ومئة ألف حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس لسنة 2020 أقسام الإنعاش تعيش بدورها على وقع الارتفاع لمعدلات ملء الأسرة حيث انتقل معدل ملء أسرة الإنعاش من 9.6% يوم الأحد الماضي إلى 11% يوم أمس تطور عدد الإصابات واكبه تزايد في عدد الإجمال للوفيات والذي انتقل من 14.976 يوم الأحد 14 يناير إلى 15.113 حالة بزيادة ملحوظة تقدر ب137 حالة وفات وضعية وبائية مقلقة تتطلب المزيد من اليقظة والالتزام مع التأكيد على أهمية الإنخراط في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا حملة لا تزال متواصلة عبر كافة ربوع المملكة إلى ذلك كدوزير الشؤوني الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ضمن جلسة لاسلة الشفوية بمجلس المستشارين أن مسألة فتح الحدود تخضع حاليا للنقاش وأن كل دولة تتخذ تدابير وإجراءات بما يتناسب وحالتها الوبعية نتابعا هذه مسألة فتح الحدود على المقاش ينقل يكون ولكن اليوم يجب أن نكون كل دولة تتخذ التدابير بالنظر الوضعية التي لديها ما نحن اليوم؟ نحن نحن نخرج منه ولكن الأرقام بقى قليلا تتخلع عندما نرى الأرقام اليوم لدينا 4 ألاف حالة في اليوم كنا نزيده بالمئات ونزيده بالألاف في الشهر اللي فات مات عدنا 19 هذا الشهر هذا نحن وصلنا لتقريباً لـ 97 الذي ماتت في شهر واحد ومزل المساين لنجوم لغياني ماسيون كنا نزيده بـ 97 في شهر هذا اليوم نحن في الستمائة واحد الذي في لغياني ماسيون هناك وضع لطبيعة الحال مهم أننا نفتح هذه الحدود ولكن مهم كذلك أننا نرى التطور الوضعية دينا يمكن أن نخرج الوضعية ولكن الوضعية غياني ماسيون رغم ما زال ثانياً نرى الدول حلات ما هو الأطار نرى دول حلات أسبوع أو أسبوعين ولكن الهدف واضح هو أن يتم فتح الحدود ولكن يتوفير كل الشروط الضرورية لصحة الناس والصحة المواطنين المغربين أنا بعيد عن الوضع الصحي تعززت البنيات الصحية بإقليم الطرفية مؤخراً بإحداث مركز لتصفية الدم بشراكة بين عدد من المتدخلين المحليين هذا صرح الطبية ساهم بشكل كبير في تقديم خدمات طبية متميزة لمرضى القصور الكلوي المنتمين للإقليم والتخفيف من معاناتهم السابقة المزيد مع محمد الفيرس وعبد الله المحمود مركز المسيرة الخضراء لتصفية الدم بطرفاية صرح طبي تم افتتاحه قبل أربعة أشهر تقريباً وجاء للتخفيف من معانات مرضى القصور الكلوي بطرفاية والتي استمرت لسنوات طوال بفعل اضطرارهم إلى التنقل بشكل دوري نحو مدينة العيون لإجراء حصص التصفية الخاصة بهم معانات المرضى وذويهم شكلت حافزاً للجهات المعنية لإحداث هذا المركز والتقريب الخدمات الصحية من المصابين بمرضى القصور الكلوي المنتمين للإقليم كنا نكرفسين في اللول وكان لدينا ترانسبور ولكن الناس طريق قد كرفس شوية لأنك نمشو إلى الربعات الصباح وما تنجو إلى الجوج ديال النهار الحمد لله بعد هذا الصنطر قرب لنا كل شيء نمشو العيون دابا الحمد لله كنا نمشو ثلاثة المرات في السيمانة ثلاثة الحصال في الأسبوع نعنم زيانين كان ننجو مع ذلك الصباح مع ذلك الجوج ديال النهار كان نمشو من الضيارنا فالله ينفينا تبارك الله كنا نمشو العيون كان نمشو العيون كان نمشو مع ربعتات الليل وما ننجو ثلاثة العشية وقد يعني نتج جوع والمرض وكل شيء كان نمشو هنا كان نمشو اليوم كان نمشو صبح وغدبي خير أو خير الحمد لله صنطر ديال المدينة طرفاية وفتح ليهم بجموعة ديال المشاكل وتبارك الله صنطر ديال المجهز بجميع بجميع لتجهيزات بجموعة ديال طواقم للطبية الحمد لله وبالنسبة للأدوية هي متوفرة هناك كي يستفدوا منها المرضى والحمد لله لحد الآن حيث عند النار بعديل المرضى اللي كي يستفدوا الضباب من تصفية الطاقم الطبي والتمرضي كافين لحد الساعة الحمد لله شيد هذا المركز على مساحة تقدر بـ 948 متر مربع بطاقة استعابية تصل إلى 25 سريراً مجهزاً بعشر آلات لتصفية الدم وعدد من التجهيزات والمعدات الطبية والبيوطيبية وطاقم طبي وتمريدي يصهر على القيام بمهامه وفق الشكل المطلوب بالمركز هذا الصرح الطبي هو نتاج شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس جهة العيون الساقي الحمراء والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي للطرفاية فضلاً عن المديرية الإقليمية لوزارة الصحة شهدها المخالة مساحة 948 متر مربع بتكلفة مالية بتكلفة 3 مليون ومية من طرف محسن 3 مليون درهم ومية وبتجهيزين بين تكلفة البناء والتجهيزة وصل إلى 6 مليون و669 ألف درهم 6 مليون درهم و669 ألف وبالتالي هو يقدم خدمات بشكل مجاني لهذه الفئة وتعطى لهم أدوية كذلك بشكل مجاني ويتوفرون على نقل من بيوتهم إلى المركز مقاربة تشاركية بروح التوافق والتعاون البناء بين جميع المتدخلين المحليين تسير بطرفاية نحو تحقيق الإقلاع التنموي المنشود والتغلب على كل الصعاب من أجل الاستجابة الانتظارات الساكنة السلطات المحلية والمنتخبة وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم تدرك حجم المسؤولية الملقاة على كل طرف وتسعى إلى تحقيق الأفضل للإقليم والصهر على الاهتمام بساكنة المنطقة وتقريبي الخدمات الأساسية لها وعلى رأسي الخدمات الصحية في أفق الانتهاء من تشهيد المستشفى الإقليمي بطرفاية مستقبلا الرابع والعشرون من يناير يصادف الاحتفالة باليوم العالمي للتعليم وعلى صعيد المملكة جهود حفيفة انخلطت فيها الدوائر التعليمية للنهضي بالتعليم الأولي جهود واكبها ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة الجيل الجديد من هذا البرنامج الذي تم بتطويره وتعميم التعليم الأولي خاصة بالأوساط القروية نموذج نسوقه من جماعة عوينت لهنا بإقليم أسزاك الحدودي في روبرتاج الحفظ مدار ومحمود شراك هنا بدوار أملع ويتغات بالجماعة الترابية عوينت لهنا بإقليم أسزاك الحدودي يتم إحداث هذه الواحدة الخاصة بالتعليم الأولي وذلك وفق المواصفات المرجعية المحددة من قذل القطاع الوسي ضمانا للحدود القصوى من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال قصد ولوج سلس للتعليم المدرسي وحدة كانت ثمرة شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس المنتخبة وحدة للتعليم الأولي تحتضين مجموعه عشر أطفال منهم تماني فتيات يدرسون بهذه الواحدة وفق البرنامج المؤتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وحدة بمواصفات جد عالية لها أنشطة تربوية وبيداغوجية يستفيد من هذه الميادات وتلاميذ وهذه المبادرة هي وليدة البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذا البرنامج الذي يعني بالطفولة المبكرة وبالأجيال الساعدة إحداث هذه الواحدة يفعل تدابير تمكين مختلف الأوساط الترابية من مرافق للتنشئة الاجتماعية والتأهيل التربوي والمعرفي للأطفال وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني تأهيل وتكوين يعتمد عديد الطرائق والوسائل البداغوجية التي حددتها الدوائر التعليمية سعيا للنهوض بهذا الورشي التربوي نحن ندرس هذا التعليم الأولي يعني عندنا يسر ملمور في القسم في الأول كان نستقبل الأطفال من بعد نمشه الركن التجمع عندنا مجموعة من الأركان الأهمية منهم هم ركن التجمع ركن اللعب وركن القراءة وركن السباغة ندرس الحروف الهجائية الأعداد قواعد العيش أيام والأسبوع فوصول السنة هذا الشي كان بالعربية والفرنسية ثماني وحدات للتعليم الأولي رأت النور بإقليم السزاك برسم سنة 2021 وحدات شرعت في استقبال 471 طفلا من الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات يدرسهما مجموعه 35 مربية بالأوساط الحضرية كما القروية بهذا الإقليم الحدودي فرحة لا يضاهيها أي فرح لأنصار المنتخبات كل من تونس غينيا وكذلك الكاميرون أنصار المنتخب المغربي على موعد غدا مع الحدث غدا تتوجه الأنظار إلى العاصمة الكاميرونية يووندي حيث ستقام المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الملوي برسم ثمن نهاية كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 عبد العقشارات والتفاصيل رحلة الأسود متواصلة في هذا العرس الكورا والأفريق الكبير تنتظرهم مباراة هم أمام الملوي عن دور التومون وقد فزنا عليه عبر الطاريخ في ست مناسبات وتعدلنا معه في المقابلتين وانهزمنا مرة واحدة فبمعنوية عالية يواصل اللاعبون المغاربة سلسلة السعدادات من هذه المقابلة القوية والمدريب خليل وزيتش هيئة جيدا التشكيل والشاكلة ليكون في الموعد باعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية صحيح سنواجه مدخبا تأهلك واحد من أفضل أربعة تولد يحضر لثالث مرة في طريقه لحدث كروي من هذا الحجم لكن رغم ذلك يجب توقع الحيط والحذر في متى هذه المناسبات التي قد تدوب فيها الفورق بين المنتخبات نحن بألف خير ناثق في قدرتنا كما لم تعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا كما لا توجد مقابلات يستهان بها علينا الرفع من منسوب الياق النفسية والدهنية وعلينا كذلك أن نكون في قمة الجاهزية والقدورات التقنية هي التي ستكون فارقا مهما في لقاء الغد علينا أولا تجاوز دور الثمن أمام منتخب مالوي الذي أظهر إمكانات مهمة كمنافس وبعد ذلك سنفكر في أشياء أخرى كطموح ناقشت اللاعبين في مناسبات عديدة ماذا تودون من هذه المسابقة القرية الجواب كان هو الذهاب بعيدا فيها لأن الطموح الحقيقي يترجم فوق أرضية الملعب وليس في مكان آخر وحسب المعطيات والمعايير المتوفرة فمن المحتمل جدا أن يعتمد المدرب وحيد على التشكيل التالية في لقاء الغد في الحرصة بونو على المساو الدفاع حاكمي ماسين أقرد والعنيد غانم سيس في الوسط سوفينا مربط عمر اللوزة أيمن برقوق أما مهمة صانع ألعب فقد تمنح إما لإليا الشاعر أو سليم أم الله فيما يتوقع أن يلعب ببوفار في خط الهجوم إلى جانب إما الآخر من الإصابة رايا الماي أو المجرب يوسف المصيري منذ لقائنا أمام القابون استخلصنا الدرس جيدا بالعودة في النتيجة سريعا بعدما كنا منهزمين في مناسبتين وهذه نقطة إيجابية لدى المجموعة لأن كل لقاءات المقبلة ستكون قوية وبمستويات عالية لذلك بات التركيز كبيرا على جزئيات صغيرة كرة القدمة المغربية التي تحضر للمرة الثامنة عشر لهذه الكأس في تاريخها الرياضي تحلم بالدهاب بعيدا لأقصى نقطة ممكنة وهي الآن تناقش وبواقعية كل مقابلة لاحدة ليبقى المتخب الوطني إن شاء الله في خط تصعودي وكل الأمل أن نجد الإقع المقنع والقوي المنتظر منه انطلاقا من لقاء الغد بالتأكيد ننتظر زائركم يا أزود فكونوا في الموعد تمنى حد سعيد للنخبة الوطنية إلى جانبي كل من تونس غامبيا والكاميرون أمل أن فعلها قراءة في جديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير لخديجة راشيد نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غدين الثلاثاء من يومية الأحداث المغربية وكتبت قالت مصادر متطابقة إن الجيش الجزائري أعتقل أربعة أشخاص من محتجزي مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وذلك أثناء محاولتهم الفرارة نحو وطنهم الأم المغرب وكشفت هذه المصادر أن قوات من الجنود الجزائريين مكلفة بحراسة ومحاصرة سكان مخيمات تندوف قد تصدت ليلة الجمع الماضي لمحاولة فرار أربعة شبان صحراويين في اتجاه المغرب وجرى توقيف هؤلاء المحتجزين على بعد حوالي عشر كيلومترات جنوب معسكر ما يسمى ولاية الداخلة وأضافت المصادر ذاتها أن المعتقلين الأربعة يوجدون حاليا داخل سجن سجون ثكن عسكرية جزائرية بالقرب من تندوف في انتظار التحقيق معهم في ظروف عادة ما تكون سيئة وتفتقد لأبسط الشروط الإنسانية صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء أكد الخبير في العلاقات الدولية لحسن أقرطيتا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيريس كان واضحا عند حدثه عن جميع الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأوضح أقرطيتا في تصريح للصحافة أن جتيريس تحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمع الماضي عن أطراف النزاع بسيغة الجمع وذلك تماشيا مع القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمل الذي حدد بشكل واضح الأطراف المعنية بهذا النزاع وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو صحيفة جودا الالكترونيا كتبت في آخر متجدتها الإخبارية في أول تعليق الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيريس على الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفن ديمستورا وقال جتيريس أن زيارة مبعوثه الشخصي إلى المنطقة والتي التقى فيها بالأطراف الأربعة لهذا النزاع الإقليمي كانت جد إيجابية وحث الأمين العام الأممي الأطراف إلى مزيد من الحوار من أجل إيجاد حل عاجل ونهائي للمشكل من أجل مصلحة الجميع يومية الأخبار كتبت في افتتاحية عددها الصادر يوم غد الثلاثاء تلقى نظام الكابرانات صفعة ديبلوماسية جديدة وقاسية توضف إلى انعكاساته المتتالية في فرض خيار العزل العربية على المغرب مستخدما بسؤنية سلاح القمة العربية للاتجار بالقضية الفلسطينية والسورية والليبيا واليمنية ورجع الدبلوماسية التبون ومن يعمل لحسابها بخفي حنين بعدما تلقى رفضا قاطعا من طرف قادة الدول العربية للمشاركة في القمة بعد إدراكهم لتوظيفها السياسي ضد وحدة المغرب التي تحظى بدعم عربي غير مشروط وهذه ليست المرة الأولى التي يبرز فيها فشل حكام قصر المرادية في مواجهة صلابة الدبلوماسية المغربية وخصوصا داخل الحدن العربي الدافئ فالعدد من الحوادث المماثلة أظهرت بما لا يدعو مجالا للشك ضحف دبلوماسية العسكر في تحقيق مكاسب وسط المنتظم العربي الذي أعلن مرارا موقفه الداعم لوحدة المغرب في صراعه مع صناع التفتت والانقسامات ونتذكر جميعا قمة قادة الخليج التي أكدت مواقفها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها تقل إلى عفو الله المرحوم الناجم والمحمد والجامع عن عمر يناهز مئة عام الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء أولاد بوعيطة تقل إلى عفو الله المرحوم عبدالله والحمادي واللدعى عن عمر يناهز مئة 96 عام الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء القيبات السوع وانتقل إلى عفو الله المرحوم مولود غيش والمحمد والحسن عن عمر يناهز مئة 89 عام الفقيد ينتمي لقبيلة يتبوه كما انتقلت إلى رحمة الله الفقير انتقل إلى عفو الله المرحوم السالكي العروسي والمحمد والحسين عن عمر يناهزه 86 عامل فقيل ينتمي لقبيلة الزوافط أيضا محمد وانتقل إلى عفو الله المرحوم حمدي والسويلم والمحمد عن عمر يناهزه 74 عامل فقيل ينتمي لقبيلة شرفاء رقيبات إبراهيم داود انتقل إلى عفو الله المرحوم عبدالغني والبشيرة والأبدي عن عمر يناهزه 43 عامل فقيل ينتمي لقبيلة الزرقيين أي 90 وانتقلت إلى عفو الله المرحوم عزيزة ابو أمامة محمد سالم السطيلي عن سن تناهزه 80 عامل الفقيدة تنتمي لقبيلة صبويا كما انتقلت إلى رحمة الله الفقيدة عزيزة بوشة منت محمد عبيد والمبارك عن سن تناهزه 78 عامل الفقيدة تنتمي لقبيلة صبويا وانتقلت إلى رحمة الله الفقيدة عزيزة منت لقصير عن عمر يناهز السبعين عاما فقيدة تنتمي لقبيلة شرفاء أولاد بوعيط تغمض الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فاسحة جنانه والهم ذويهم الصبو سلوان وإن لله وإنها إليه راجع اللحظة إلى الورقة القاصة بأحوال الطقس والتوقعات غدا بمشاءت الله إذ من المرتقب أن تظل الأجواء مستقرة على العموم مع سماء الصافية لقلات السحب بمعظم المناطق الجميع درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله 18 بالرباط بباقي المناطق ستتباين درجات الحرارة أستراهما بين 18 بالسيدي إفني 21 بكل من قليمين كذلك الطنطان 22 بالعيون وكذلك بقراء الصمارة ووجده بباقي المناطق 21 بكتز زمور 23 بكل من المدريقة والداخلة 26 بأوسر 32 من المنتظر أن تسجل بالقويرة حالة البحر وعلو الموج على ساحل الطلسي الجنوبي سيكون البحر قليلا للهاجان إلى هذه السراحة ما بين أقل من متر إلى متر فاصل 20 سرق والشمس غدا إن شاء الله على الساعة الثامنة و46 دقيقة والغروب على الساعة السابعة و24 دقيقة حالة التقس بعض العواصم ومدن المجاورة 34 بن وكشوت العاصمة المرتانية 33 بن واذبو 23 بزوارات و24 منتظرة بتندوف وأن لا تذكير بأبرز العناوين ضمن هذه نشر خبرون أمريكيون ما بعناه من إقليمها الصزعي المتخب الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر